النتاة دي باضت من غير دكر المشكلة مش ان هي باضت من غير دكر المشكلة ان هي باضت وبيض مخصب تب ازاي ان عرفت ان هي من غير دكر النتاة دي في مكان لوحده بعيدة عن الحمام كله النتاة دي في السطح مفيش معها في السطح كله غير دكر وانتيته ومعها زغلول فهو دكر واحد اللي في السطح ومعها زغلول مفتوم ومع زغللين تانين لسه زغلين لبة فهو ما فيش غير ده هو الضكر ده طيب تعالى نبدأ على طول الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم محشتون ايه يا رب تكونوا بخير معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتاريبات الحمام الفيديو زي ما حضرتك شايف كده النتاة دي هي الوحيدة رأدة على البيض 24 ساعة انا ملاحظ الحكاية دي هي مرأدة الدكر ما بيجيش جنبها خالص الدكر التاني ما بيسعيدهاش خالص في الرؤية ده على البيض زي ما حضرتك شايف الدكر اهو الحمامة دي طلع هنا على السطح فمتعودة على المكان انا ما بطيرش الحمام بتاعي لكن الحمامة دي والحمامتين التانين دول اللي هو جوز اللحم التاني ده طلعين في المكان كده في السطح فانسيبهم في السطح شغالين اخدين راحتهم بيطيرهم ورجعهم وهكذا شايف حضرتك الدكر اللي على الشمال ده والنتاة دي وده الزغلول ده بتاعهم طبعا ده من السلك الحمام بتاعي بقى اللي هو الاساسي في القوضة اللي جوه دي في شباك السلك دي النتاة بتاعة الدكر دي النتاة الاصلية بتاعة الدكر وده الدكر بتاعها اللي هو شاكك فيه فهو ما فيش غير وما فيش غير هو الدكر ده اللي يكون عمل العاملة دي فالنتاة بتاعته هو ماشي معها على طول زي ما حضرتك شايف وبيجهزهم لعش جديد الفرد اللي كنا شايفينه على الشباك من شوية ده زغلول بتاعهم ابنهم اللي هو اتفطم قبل كده والجوز الزغليل اللي هم الجوز الزغليل اللي بدول تقريبا يعني عمري اسبوع 8 ايام الجوز دول ولادهم فهم بيجو يأكلوا ولادهم الدكر بيأكل ولاده دول وماشي مع الزغلول التاني المفتوم وما فيش وراغر هو دول وانتايته بيجهز حتى العش جديد وقالك انه يعرف النتاة الزاجل اللي هي باضت هناك البطن دول بس انا كنت بشوفه هو يمشي مع النتاة التانية دي ومصاحبها يعني وقت ما النتاة بتاعته الاصلية رأدة على الزغليل دول او عليهم لما كانوا بيض فهو كان بيلعب بديله يعني كان بيمشي مع النتاة الزاجل دي ويسيب النتاة رأدة وماشي مع النتاة طيب هل هنا ممكن الدكر يتزوج اكتر من انسة او يتزوج مع اكتر من نتاة هو فعلا ممكن يتزوج مع اكتر من نتاة لكن ما يتجوز او يرؤد على بيض الا مع نتاة واحدة اللي هي النتاة الاصلية بتاعته اما النتاة التانية ولا كأنه يعرفها يعني ممكن تقول عليها ان هي خيانة زوجية مثلا او تقدر تقول عليها انها نزوة لكن ما تقدرش تقول عليه ان هو زواج يعني ما فيش دكر بيتزوج اه من انستين هو اه دكر اللي هو الشائل اللي هو على الشمال ده ما تقدرش تقول ان هو اه تزوج النتاتين لكن تقدر تقول ان هو تزوج مع الانسة التانية اه في غياب النتاة الاولانية دي وهي رأدة على البيض يعني ان هي خيانة اكتر من انه اه جوازي يعني لكن هو دلوقتي ولا كأنه يعرفها يعني بالنسبة لان تايتو دي ان هو ماشي معها وبيجهز لعش معها وبيزق زغليله او بيأكل زغليله اللي هي الزغليل اللي هي اللبل اللي احنا شفناها من شوية دي لكن اهو شوف بتمطع ازاي ولا كأنه يعرف خالص النتاة اللي هي الزاجل اللي هي الغلبانة اللي هي بترقد على البيض بتاعها اربع وعشرين ساعة دي اه اللي احنا شفناها من شوية رأدة على البيض اه الله يعينها طبعا ان هي ترقد على البيض ده وتبقى جدعة لو هي طلعت البيض ده تبقى شطرة جدا لو هي اه فقس البيض اه وقدرت ان هي تأكله اه لوحدها يعني فتكون اه شطرة جدا وتكون ممتزة جدا لكن هي لحد الان اه النهاردة اه البيض بتاعها بقال ورأدة عليه من حوالي اسبوع اه لاربع وعشرين ساعة ما فيش غير وقت الاكل انا بطبعا بحط لهم اكل مرة واحدة بس في اليوم ما فيش غير ان هي وقت الاكل بتقوم في دقيقة بتقوم تاكل وترجع اه لبيضها تاني تاكل وتشرب في دقيقة وترجع لتاني لبيض بتاعها تكمل متواصل الى اربع وعشرين ساعة رؤود على البيض من غير اي ذكر ما يرؤود معها وطبعا زي ما حضرتكو شايفين اتذكر بتاعنا ده اهو ماشي مع النتاب بتاعته وبيأكل زغليله وبيجهزهم لعش جديد زي ما هنشوف دلوقتي هينزلهم على الارض هنا وهتشوفهم وهم بيجهزهم لعش جديد طبعا هي دي الانسة الزاجل اللي هي زي ما بقول لحضرتك رأد على البيضة اربع وعشرين ساعة الانسة دي اه كانت فأسة زغلول هنا في السطح هنا اه الاهل بتاوها برضو اه زاجل ابيض ابوها وامها زاجل ابيض فليها طلعوا من نتائتين دي واحدة منهم والنتائج التانية انا اقفل عليها في القوضة اللي جوة اه واخد دكر زاجل اسود اه وهي بيضة طبعا زاجل ابيض فنشوف هما هيبقوا ميطلعوا ايه اه لكن النتائج دي مستحيل مش عايزة تخش ابدا حاولت ان انا احبسها جوة الاوضة مستحيل ان هي واللي ما افتح بابي الاوضة عشان اهكلت تسهيني وتخرج كده هي عايزة تقعد في السطح طبعا في السطح مفيش اي دكر يتجوزها حاولت كتير ان انا جوزها اي دكر تاني هي عايزة تقعد في السطح بالمنظر ده وهي غاوية دكر ده لكن الدكر ده متجوز الدكر ده في الارض حاليا انا ها زي ما حضرتك شايف والنتائج اه رايحة هتبص على زغليلها اللي هي في الصفيحة اللي جوه على الشمال دي والدكر اه زي ما انت شايف كده اه المكان ده اللي هو تقريبا والله اعلم اه بيجهزهم للعش الجديد هنا مع ان الزغليل بتوقع اه بسم الله ما شاء الله زي ما قلت لك من عمر اسبوع او تمنت ايام لكن هي النتاة دي اه دايما دايما بتبيض اه وزغليلها عمرهم تقريبا اتناشر يوم واحيانا حداشر يوم كمان اه لو قربنا انت شفت طبعا شفت الزغليل من شوية اه لكن هي النتاة دي فعلا فعلا ان هي بتجهز العش جديد وان شاء الله تبيض قريب وصورها لكم برضو وهي معها الزغليل لان انا صورت لك في اول الفيديو ان هي وقفة مع زغليل او هي الدكر والنتاة واقفين مع الزغلول المخطوم ومعهم الزغلولين اللي هما زغلولين اللي بدوا الاهو شو بيجهزهم في المكان ده تقريبا والله اعلم ان هو طبعا الجو حر فياريت ان هما يبيضهم هنا في المكان الخالي ده اه يكون احسن من بيض اللي هو في الصفايح ده انا ما عرفش ايه يغويين الصفايح والجو حر جدا جدا اه لكن يا رب ان شاء الله اه يبيضهم في المكان اللي هو ده فان شاء الله انا اصور لكم الحمامتين دول وهم اه بعد ما يبيضهم وقولك زغليلهم كانوا قد ايه نتابع برضو الحمامة الزاجل نشوف هي اه عملت ايه هل البيت بتاعها ده هيفقس ولا مش هيفقس ان شاء الله نبقى انتابعوا برضو في المتابعة في فيديو تاني نشوف هي طلعت الزغليل وقدرت عليهم فعلا تربيهم لوحدها ولا هيحصل ايه ولا هل ممكن الدكر ده يرجع يسعيدها في يوم الايام يفتكر ان دي ولاده ولا هيطلع ندل خالص الدكر ده يعني ندل ندل هو طبعا مراعي الزغليل دي وبسم الله ما شاء الله ملبنينهم تلبين ما شاء الله لسه بعتهم لبا بقالهم اكتر من اسبوع يعني بدأ الاكل يخشن شوية انا بحب الحمام اللي بيقى طلبها مدة طويلة ده تلاقي زغليله بتكبر بسرعة لكن برضو زي ما قلتلك هنتابع هنتابع برضو الزغليل دي وهتابع الحمام الزاجل اللي هي رائدة على البطين ونشوف برضو اهالي الزغليل دي هتلحم وتبيض امتى ونشوفهم مع بعض ونتابع الدكر ده لو شفته في يوم رائدة على البيض هصوره لك برضو ونشوفه هيعمل ايه هتابع الزغليل دي والزغليل التانية ولا هيعمل ندل للنهاية ولا كأنه يعرفهم زي ما هو عامل دلوقتي اكتب لنا رأيك في التعليقات لو عندك حصل قبل كده حاجة زي كده اكتب لنا رأيك قول لنا اتذكر عامل ايه هل هو رائد على البيض مع النتادي مع الزغليل التانية ولا تجاهل الموضوع خالص زي ما هو عامل معانا دلوقتي كده ارجوك اكتب تعليق واحكي لنا اه تفاصيل المشكلة دي وتصرفت معها ازاي كده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة ولا عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو مكنتش مشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة